فاش اقول اقول ويساوي الكتلة في التعجيل مين جاي؟ جاي من السرعة احنا مو قلنا التعجيل يساوي الفرق بالسرعة على الفرق بالزمن السرعة على الزمن يعني الفرق بالسرعة على الفرق بالزمن زين ايضا هنا صار عندي الكتلة الكتلة اساسي والزمن ايضا اساسي بقت عندي السرعة اذا افصلها اكثر شا اقول ويساوي الكتلة في السرعة مين جاي؟ الازاحة على الزمن الكل على شنو؟ على الزمن هسا صار عندي خاني جي نشوف صار عندي الكتلة بعد اساسي الازاحة هي طول بعد اساسي الزمن بعد اساسي الزمن فصار عندي كأنه ماذا يقول لي انه القوة جاية من الكتلة بعد التبسيط طبعا في الازاحة على مربع الزمن الزمن تربيع فكلها صارت شنو ابعاد اساسي وهكذا فانت كل شيء كل الابعاد الاخرى هي مشتقة من ذني الابعاد السبعة زين بعد ما عرفنا الابعاد الاساسية والابعاد المشتقة خلني جي نشوف الوحدات انه شون اذا انا هستخدم وحدات شلون راح احول هذه الوحدات شلون راح احول هذه الوحدات زين خلنا اخذ فالمثال بسيط على يعني تحويل الوحدات بعد خلي بس خلي اضيب صفحة ناخذ مثال على امثلة او حتى شنو تترخصها خبري ماكو تحويل الوحدات بشكل اساسي مثلا خلنا اخذ فالمثال ابسط مثال وشوي شوي نصعد مثلا مثلا عدنا مثل ما نقول احنا خلي نقول ميتين ميتين سانتي متر اريد احولها الى متر مصحيح الطريقة ما التحويل هي كالاتي اما تسوي جدول بهالطريقة هاي جدول تكتب هنا تكتب متر وهنا تكتب سانتي متر فانت شش سوي تقول الواحد متر اش قلت تعرفه انت ميت سانتي متر هذا معامل التحويل يسموه الواحد متر ميت سانتي متر معامل تحويل زين اذا انا عندي ميتين سانتي متر ميتين خلي جوى سانتي متر اش كم متر اكس فاش رح يصير الطرفين بسطتين اكس يساوي يساوي لميتين في واحد هذا 200 في 1 تقسيم 100 رح يطلع لي 2 متر هاي طريقة طريقة الأسهل من عدها والأبسط شا سوي أجي أول شي هنا أكتب 200 سنتيمتر الوحدة اللي أنا أريد أحولها وأخلي خط ضرب بعد ما أدوه ياهو دا حول من الشبير للصغير من الشبير هاي بعد أنا أنساها لأنه ما رح أحتاجه هنا ليش؟ هسه شوفون ليش لأنه أنا حقتي بال200 سنتيمتر الرقم والوحدة اللي أريد أحولها إشارة ضرب دائما وراها خط خط كسر هسه أجي هذا السنتيمتر اللي أنا ما أريده أريد أتخلص من عنده هو موجود هسه هنا وين بالبصلة والمقام من يقول لي 200 سنتيمتر موجودة بالبصلة والمقام الآن بالبصلة ممتاز بالبصلة فأني حتى أتخلص أنا السنتيمتر ما أريده مو صحيح حتى أتخلص مني لازم شنو أجيب السنتيمتر وين؟ بالمقام حتى يختصر ويا زين هاي خلصنا من عنده المتر أنا أريده وين أخليه؟ وين ما خليت السنتيمتر؟ المتر رح يكون بعكسه يعني السنتيمتر هنا خليته بالمقام المتر يكون بالبصلة إذا خليت السنتيمتر بالبصلة أخلي المتر بالمقام وستنشوف أكو حالات أخرى زين هاي خطوة خلصنا؟ لا ما خلصنا ليش؟ بعد نحتاج معامل التحويل معامل التحويل شنوه؟ انت بكيفك؟ ياهو الأسهل لك ياهو الحافظة هل تقولي الواحد متر 100 سنتيمتر تريد؟ أو تقولي الواحد سنتيمتر واحد سنتيمتر يساوي صفر بوين صفر واحد من المتر انت بكيفك؟ كنت تشتغل زين فهيسا بعد ما بعد ما بعد ما كملت هذا الشي رح أجيش أسوي مجرد مجرد رياضيات واختصار هذي الوحدة تاختصار ويها مو صحيح يبقى عندي ويساوي 200 عالمية هاي 200 في 1 عالمية ويساوي 2 شبقى لي 2 متر زين هسر هنا هاي ما عدنا شي واحدة دريد نحولها زين خلنا نجي بالعكس نسوي يعني خلنا نفترضها بالعكس لـ 2 متر أريد أحولها إلى سنتيمتر إلى سنتيمتر شا سوي نفس الحالة أكتب 2 متر لاحظنا 2 متر نأكتب هنا 2 متر هاي 2 متر أخلي شنو خط ضرب وخط كسر المتر هنا وين صايرة صايرة بالبسط أخليها بالمقام زين والسنتيمتر الأريد هاي وين خليتها ليش عاكسها الصين زين وخلنا نقول وحدتين وحدتين خلنا نأخذ يعني عدي تحويلين مو تحويل واحد لسا واحد يقول لي شلون تحويلين أقول له مثلا مثلا عندي سبعة كيلو متر بالساعة وما بها شيء وحدة شنو وحدة شنو وحدة سرعة سبعة كيلو متر بالساعة شا أريد أحولها مثلا أريد أحولها إلى متر مثلا بالثانية خلنا نجي نشوف هنا شرح يصير عندي رح يصير عندي العملية كالآتي سبعة كيلو متر بالساعة آي أكتبها خط ضرب وكسر أش كم تحويل هنا عندي منو يقول لي أش كم تحويل مدى تحويل يعني أول واحد شنو الكيلو متر ممتاز ممتاز عدي تحويل بتحويل تحويلين عندي مثلا ما تفضلت زميلتكم زين هس نجي شخلي هذا خط كسر خط كسر ثاني ليش أنه عندي صار تحويلين فواحد شحول بي واحد أحول بي الكيلو متر إلى متر والثاني شحول بي أحول بي الساعة إلى ثانية آه فنجي هسه هسه نجي على الكيلو متر الكيلو متر هنا وين موجودة موجودة بالبسط فأجي أخليها بالمقام زين الساعة هنا وين موجودة موجودة بالمقام وين أخليها أخليها بالبسط بس شنو بالكسر مالة مو الكيلو متر زين والدقيقة العفو الساعة إلى ثانية فشقول الساعة كانت بالمقام وين خليتها خليتها بالبسط زين بعد ذلك الثانية اللي أريد هي بما أنه الساعة خليتها بالبسط ثانية وراح تكون رح تكون بالمقام رح تكون بالمقام الخطوة الثانية أجي أخلي معامل التحويل هو واحد ساعة ماشي الساويل كم ثانية من يقول لي ستين مو صحيح ستين اي لا 3600 دقيقة 60 لتيهون ماشي الدقيقة 60 ثانية يصير كل واحد ساعة ساوي 3600 ثانية الآن أجي الخطوة الثانية شأسوي ساعة رح تختصر ويا ساعة والكيلو متر أيضا رح يختصر ويا الكيلو متر ماشي بقى عندي بقى عندي المتر اللي هو أنا أريده والثانية أيضا أنا أريدها وأضرب السبعة هاي في الألف وأقسم الناتج على 3600 رح يطلع لي هنا فذرقام اللي هو متر بالثانية صار واضح يعني شوفوا لحظة هنا لحظة هنا شنو اللي داي يصير اللي داي يصير أنه مو دائما أنا أخلي بالمقام يعني ستلاحظون هنا هاي الكيلو متر نزلتها بالمقام ليش لأنه أخذها بالبسط هاي الساعة هي بالمقام أخذها لازم أخليها هي بالمقام وأخذها خليها بالبسط وهكذا زيل خلنا جي ناخذ شي بثلاث تحويلات ثلاث تحويلات خلنا نقول مثلا مثلا طبعا إحنا سبق وأن بنالكم الواط شي ساوي يساوي نيوتن في متر على الثاني مو صحيح هاي اسم الدلع والتي يسمون واط زيل آني ما عندي نيوتن فيها طبعا وحدة قدرة وحدة قدرة النيوتن في متر على الثاني واط آني عندي 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 خلي نقول نيوتن في متر على الدقيقة على الدقيقة ما عندي هذا الواط يعني هم قدرة هم تعتبر قدرة لكن ما تستمى واط مو صحيح يعني هايش من باب الشيء بالشيء يوسك أنا ام ساح التردو خلي بيه احساب انت احبو السؤال احنا مثلا كنا نقول من المتر للكيلومتر نضرب في ألف او نقسم اي نعم نقسم اي لشيء ما سويت يعني انت ها هو هو نفس اللي تقولي انا سويت نفس الشيء اللي تقولي بس انا احنا من الصغير للشبير نقسم ومن الشبير للصغير سنسوي نضرب هذا نتعلم لكن هنا ما احتاج هاي الامور ليش لانه بعض الاحيان اني شمدري من الصغير من الشبير هسا اعطي مثال بسيط هذا مثال بسيط حاوليلي مثلا واحد انج واحد انج هايكتبها بالعربي حتى للتيهون مثلا هنا عدي واحد انج اريد احاول الى سنتيمتر ياه الاكبر الانج لو السنتيمتر ما هو الانج انا وين يجاين زي شوفي اذا هنا رح رح انا ما اعرف ياه التيبرياض ضغير هنا المشكلة يعني مو دائما اعرف ياه التيبرياض ضغير يعني ساعة دقيقة واضحة وحدات وحدات اعرف ساعة من الناس الا اصفن اللي اعرف ياه الاكبر صح له غلط هو طبعا الانج اكبر بس يعني قصد او مثلا الفوت والقدم الفوت والمتر ياه الاكبر هم واحد لازم يصفن الفاني ليش اصفن هاي انا هاي عندي قانون امشي علي انه مجرد انه اصعب من هاي ثلاث وحدات ثلاث وحدات سأحولكم اياها وتشوفون مدى سهولتها طبعا انتم مجبورين يعني بس على فكرة مجبورين تتبعون هاي الطريقة بس هاي الطريقة انا شخصيا بالنسبة لي يعني اذا ضبطتها فانت ابدا بعد ما رح تغلط التحويل ولا رح تعاني من اي مشكلة بس مجرد تعرف معامل التحويل شنو رح تروح رأسا تحول وما بها اي خطأ اذا عمليات تك الحسابية صحيحة بس خلنا نجي نشوف هاي ثلاث وحدات رح تحول الى داين نيوتن تتذكروا داين لو ما تتذكروا سنتيمتر على ثاني طبعا النيوتنش كم داين النيوتنش كم داين مني يعرف ميت الف داين مو صحيح والمتر ميت سنتيمتر هاي معاملات تحويلها يكون لازم لو اعرف لو يعني استخرجها من جداود يعني هاي المفروض عاني اعرفها زين وعندي الدقيقة ساوي هاي خب معروفة ستين ثانين اذن المعاملات ماتتي هسا خلي اجي احل اش كم تحويل عندي واحد ثنيا ثلاثة مو صحيح ثلاث تحويلات فش اقول خلي اكتب رقم هنا ايف اكتب مثلا خلي اقول 15 15 نيوتن في متر على الدقيقة فاجي هنا نفس ال15 هاي 15 نيوتن في متر على الدقيقة شا سوي اش كم تحويل عندي عندي واحد هاي عندي هنا واحد وعندي هنا ثنيا وعندي هنا ثلاثة المتر هنا خلي بدين النيوتن النيوتن هو الموجودة موجودة بالبسط اخليها بالمقام المتر موجود بالبسط اخليه بالمقام والدقيقة موجودة بالمقام وانا اخليها بالبسط هاي نجيل الخطوة الثانية الخطوة الثانية الواحد نيوتن هو نيوتن حول الداين اكتب فوق داين هذا النيوتن خليها تجوى اكتب فوق داين المتر خليها تجوى السنتيمتر وين كتبه لي فوق والدقيقة هي بالمقام اكتبتها فوق فالثانية حخليها لي جوى بعد ذلك الخطوة الأخيرة اللي هي شنو أثبت معاملات التحويل معاملات التحويل اللي هي هذني أمامي واحد نيوتن عشرة أس خمسة داين الساد وقف الصورة نعم واقف الصورة مدف مفهمت اي شي فسا واقفة او تحرك صورينكم ايو النسبة لي اواقفة طلاب الصورة تحرك لو وجود يعني واقفة امامكم جاندة تحرك استاذ لا عادي خير الجوزة قيمت بالانترنت او شي بس يسا شنو اليوان طالع عدك شنو موجود امامك بس هاي لما كتبت القانون والسهم الثاني ها هي يسا ماشي جان هسا الدقيقة واحد سنتيمتر قلنا 100 الواحد متر ميت سنتيمتر والواحد دقيقة كم ثانية ستين ثانية هسا نجي شنسوي خلي نشوف هاي رح تختصر ويا منويها المتر رح يختصر ويا منويها هذا المتر والدقيقة رح تختصر ويا هاي الدقيقة فاش بقى عندي بقى عندي داين الليان يريده والسنتيمتر الليان يريده والثاني الليان يريده العمليات الحسابية كالاتي وخمسطعش خمسطعش في عشرة أس خمسة وفي عشرة أس اثنين عنده الظروب شي صير بالأسس تجمع فعشرة أس سبعة صير الكل تقسيم شنو تقسيم ستين الوحدات اللي رح تصير شنو داين الباقي عمدون اختصار في سنتيمتر على ثاني خلص هسا بقى عني اواجه صعوبة ما اواجه صعوبة ليش لا فك أنا هسا من داحل فكرت يا هلتشبير ويا هلتصغير ما همني أنا اللي همني هذا هذا ما دام أنا عندي ما يهمني يا هلتشبير يا هلتصغير زين تبقى عندي نقطة فالسؤال لكم يعني أرجو أنه تجاوبوني عليه خلي بس أمسح ذني معامل التحويل هذا اللي دا أضرب به يعني السالة الـ 15 مو دا أضربها شوفش كم معامل تحويل ضربتها الـ 15 ها ضربتها خليها نشيلها كلها معامل التحويل يعني عندي هسا هذا هذا معامل تحويل تحويل شنو نيوتن إلى داين وهذا معامل تحويل متر إلى سنتيمتر وهذا معامل تحويل دقيق إذن معاملات التحويل إذا ما قد قيمتها يعني هذا العسر ورس خمسة داين تقسيم واحد لنيوتن هذا إذا ما قد قيمته من يقول لي قيمته واحد ليش واحد لأنه نفس الشي هنا ممتاز ممتاز أحسن ليش لأنه أنت الواحد لنيوتن هي مساوية العسر ورس خمسة داين يعني فشي على شي مساوية لأيش رح يصير واحد أيضا هنا نفس الشي الواحد متر هو بعينه بذاته هي 100 سنتيمتر فهنا واحد حصل قسمتهم الواحد دقيقة هي بذاتها بعينها نفسها الستين ثانية فإذا شنو فأنت كل شي مدى تستوي هذا الرقم هو نفسه ظل محفوظ لكن وحداتها تبدلت فمن الوحدات تتبدل الرقم رح يتبدل فهنا الناتج رح يطلع اللي هو أكيد رح يكون داين بالنسبة لهذا المثال فيه متر هنا متكفي اكتبتها يعني كلها فوق على الدقيقة العفو على الثانية هنا آسف على الثانية هذا المقدار اش قد ما يطلع هنا هو مساوي لهذا المقدار بس الوحدات تختلف تلاحظون شون فدائما نخذها قاعدة معامل التحويل هاي سجلوها يمكن معامل التحويل دائما شي ساوي يساوي واحد هسا هنا اوكي اكو سؤال اللي هنا اكو ملاحظة استفسار شي ما مفهوم زين حتى اطلع من هالموضوع اول شي شنسوي نخلي نضرب في كسر طبعا اش كم كسر حسب التحويلات يعني اذا عندي تحويل واحد اضربه بكسر واحد تحويلين كسرين هذا اقصد بي كسر يعني هذا هذا كسر هذا كسر هذا كسر زين بعدين الوحدة اللي اريد اتخلص من عدها الوحدة الغير مرغوبة دعني نسميها الغير مرغوبة شوال خب تعبون الوحدة الغير مرغوبة شا سوي لها عكس تكون عكس اخليها عكس يعني شنو يعني اذا الوحدة مااتي هي بسط هايوان اخليها اخليها مقام اذا الوحدة مااتي مقام هايوان اخليها اخليها بسط الوحدة اللي اريدها الوحدة اللي أريدها الوحدة المرغوبة المرغوبة تكون عكس عكس من؟ عكس هاي يعني هاي وين خليتها عكسها زين وأربعة أخلي معاملات التحويل آه انت هاي شوفها أربع خطوات بس هي بالحال سهلة يعني سوف احنا ما نسويناها ما عانينا كل شي بس هاي انت بس حلم وتتعرف انه شو تسوي أول شي تجي تخلي كسور وبعدين ترتب الوحدات مالتك وتخلي معاملات تحويله هاي زين فس نجي على موضوع آخر اسمه التدوين العلمي طبعا في كثير من الكتب والبحوث والنشاطات العلمية شي سوون الأرقام ما يكتبوها بالصيغة اللي احنا هسا معهودة عندنا يعني مثلا أطيكم مثال بسيط قلي هنا أسوي صفحة جديدة مثلا أطيكم مثال هسا عندي رقم رقم خلين خلين نقول مثلا عندي الفين وستمية وستة واربعين هذا رقم هل هذا الرقم بالصيغة العلمية ام مو بالصيغة العلمية يعني بالتدوين العلمي او مو بالتدوين العلمي التدوين العلمي شنو معناته التدوين العلمي معناته رقم لازم دائما رقم يكون بالآحد بوينت بقية الأرقام في عشرة أسرقم هذا هو التدوين العلمي يعني شنو يعني هذا الرقم هذا الالفين وستمية وكسر إذا أريد أسوي التدوين العلمي لازم شا سوي لازم أخلي اثنين بوينت ستة أربعة ستة جيد سؤال هل هذا من خلية البوينتة هنا نفس قيمة هذا مو أني لازم من أجيب البوينتة خليه لازم ما تتغير قيمته الجواب خطأ مو نفس القيمة إذا شا احتاج ها خلي أجي أشرح لكم إيها مثل مشرحة هل زملائكم فتشرح يعني خلي نقول بيفد نوع من الدراما يعني الدراما الحزينة والدراما السعيدة خلينا نجي نشوف آني هذا الاثنين هذا الاثنين اش قد قيمته اش قد قيمته هذا الاثنين هذا الاثنين يعني هو هنا يمرتها بالآلاف مو صحيح الرطبة ما تشنو آلاف آني جبته خليته اش قيد خليته شنو خليته آحد آحد مو صحيح يعني سويت يعني اللي نفترض هو هذا الرقم 2646 هو طبعا من منهيش يكون يعني point 0 مو صحيح هذا الرقم هو موجود زين هذا الpoint الpoint هذا اش قم مرتبة حركته حركته واحد حركته اثنين حركته ثلاثة حركته ثلاث مراتب مو صحيح يلا عد صار عندي ثلاثة من حركت ثلاثة مراتب هاي الثلاثين كانت رتبتها آلاف آني سويت لها سويتها آحد مثل واحد مدير وانت جهت سويتها مثلا مثلا خلينا نقول فراش مثلا يشتغل زين طبعا مع حفظ مع احترام لكل المهن يعني ماذا بس دا قضي بالتذرج عسا آني مثلا آني مدرس مساعد زين مدرس مساعد هو أدنى مرتبة علمية بين المراتل يعني أعلم أن عندي مدرس وأكو أستاذ مساعد وأكو أستاذ تلاحظوا شون فمثلا انت جيبه أستاذ يسوي مدرس مساعد ما يصير مو صحيح زين فهسا فهسا ش رح يصير رح يصير هنا آني سويت حركت الفارزة بتحريك الفارزة هاي الصار عندي لثنين قلت قيمة صارت آحد زين فلازم شا سوي لآني هذا أنا التدوين العلمي ما يقبل أخليك آلاف فأخليك بالآحد بس رح أزود لك راتبك يقول لي شلون أقول لي رح أضربك في عشرة أس ثلاثة يعني أنا شكمرت باخلت من عندك هاي العشرة عوضتلك إياها كأنما براتب بطيتك إضافي هيقول لي أوكي ماشي فصار كأنما من ضربت في عشرة أس ثلاثة هذه قيمة هذا الكل هذا الرقم مساوية لهذا الرقم ولكن بالتدوين العلمي نجي ناخد مثال آخر مثال آخر عندي مثلا مثلا أربعة 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 وخمسمية ماكو هنا أربعة 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 حركة أربع مرات خلني اليمين له اليسار مدري حسن شوفيها انت حسن بس أي الصور بلها زحمة حسن هذا رقم أريد أسوي تدوين علمي يعني أحد بقية الأرقام زين فهنا هاي الفارزة لازم كم مرة أحركها وليليمين له اليسار هاي الفارزة بقية لليسار شكم مرتبة ثلاثة واحد الصير بين أربعة وخمسة ممتاز ممتاز ثلاث مراتب ونضرب في عشرة السالب عاد في عشرة وثلاثة فد لحظة أنا سويت هس حركت الفارزة صارت أربعة بوينت خمسة ثمانية اثنيا وهذا خمسة هي رح تبقى هنا زين الأربعة سويت لأني كان آلاف مو صحيح هس شويت صحيح أحد صار أحد يعني يصير عدالة هاي مو عدال لازم شنو تطيب خاطر مو أطيب خاطر شو سويلي أقول لي أبو هاي عشرة أس ثلاثة هاي إلك صار صار لا ليش في السربعة أمو ثلاث مراتب ثلاثة هاي واحد هاي اثنين هاي ثلاثة هاي هاي واحد وهاي اثنين وهاي ثلاثة مو صحيح حركتها ثلاث مراتب زي فهس شنو هس الأربعة رضة قال أوكي أنا مو عقل مشكلة ما طولي شغلة بها فلوس أنا مو مشكلة عد عينها زي هسه نجح على واحد هذا الجانب خلي نقول الجيد خلي نجح على الجانب المو جيد هذا أبو الواسطة أنا أسميه شلون يجح لك واحد هو نفس خلي نكتب هذا الرقم 0.4 0.0452 مثلا هذا الرقم هذا شون أكتبه بالتدوين العلمي هذا لازم من يقول يش يسوي لي الفارزة وين حركتها يسا لازم بين الخمسة والاثنين آه لازم حركتها رتبة رتبتين زي خلي نحركة نشوف شو رح يصير الفارزة من الحركة حصير 4.5 اثنين زي في عصر السالب لحظة لحظة قبل في عصر السالب صحيح هو كلامك بس خلي حتى توصلكم الفكرة زي هذا الأربعة هنا شين رتبتين هنا هاي يسموها جزء من العسرة مئات مئات لا لا جزء من العسرة هذا وهذا جزء من المئات شوف مو مئات جزء من المئات هي جزء يعني يسموه مئات ما يسموه مئات يسموه جزء من المئات لأن المئات هو مننا صغير هذا كل شي كل شي مننا يعني على يسار الفارزة يسموه هذا صغير يسموه مئات المئات العلي مية سموا جزء من العسر جزء من الـ 1,000 فهنا هذا جزء من المئة شو سوى الـ الاخ جاب لواسطة جاب لواسطة صعدوا من جزء من المئات تسوه أرضاه هذا صحيح سووا أحد مو صحيح أحد جزء من المئة أحد هذا واسطة عندي تسوى الجابه أبو الواسطة سوى سوى أحد قال لي بس أمي هاك بس أريدك تطلعني من هالخانة هاي ما الفارزي بس طلعني سويني عدد صحيح يجي طلع سوى عدد صحيح زين فس هذا آني آني أرضى بالعوجة أخو ما أرضى بالعوجة ما يصير فاش رح أقول لي حقول لي ما يخالف انت بالواجهة يصبح عدد صحيح بس أنا ش هسوي رح أقل الراتب أرجع مثل قبل فأقول لي ش كم مرتبة زيدوك حيقول لي اثنين حقول لي حاخذ منك عشرة والسالي يعني هو مو مو بمعنى طرح بس حتى توصلك الفكرة حقول لي حضربك في عشرة والسالي بثنين ليش سالي بثنين لنعدي الفارزة حضكتها مرتبتين فهسة صار عندي هسة تحققت العدالة ليش لأنه هذا صار كأنه ما نفسه هذا خليه هو أربعة بوينت بس هو بالحقيقة شنو مضروف في عشرة والسالي بثنين مثال أخير ناخذ حتى توضح لكم الفكرة عندي مثلا صفر بوينت صفر صفر ثلاثة سبعة هذا شو أنا حاوله صيغة علمية منو يقول لي؟ ثلاثة خلي الفاصل لبنين ثلاثة والسبعة واحد ثلاثة بوينت سبعة ثلاثة 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 كلش ممتاز كلش ممتاز ثلاثة بوينت سبعة حركتها ثلاثة مرات بإلمان لليمين زادت رتبته من جزء من الألف هذا جزء من الألف إلى أحد فش أسوي؟ لازم أرجع إلى وضعه الطبيعي في عشرة والسالي بثلاثة ليش أسالي بثلاثة لأنه أنا الفارزة حتى يعني أضع الرقم بالتدمين العلمي حركتها ثلاث مراتب فأسوي أسالي بثلاثة يعني إذا تريد إذا تريد حتى تكون صورة واضحة إذا تحرك الفارزة إلى اليسار طبعا يسارك إذا تحرك الفارزة إلى اليسار فتضرب شنو في عشرة أس رقم موجب هذا الرقم الموجب الأس يعتمد على شنو على عدد المراتب اللي حركت لها الفارزة إذا إذا على اليسار إذا على يمين عفو تضربه في رقم سالب مو رقم سالب يعني عشرة والسالب فالرقم إذا حركت الفارزة إذا حركتها اليسار تضربه في عشرة والموج فالرقم يكون بالموجب صار واضح لهنا؟ صار واضح طلاب أكو سؤال أكو استفسار شيء ما مفهوم؟ مزيح خلنا نجي نشوف هنا شنو حدنا بعض ها طلاب أكو هنا بالملزمة هاي يعني أنا خليت لكم إياها البارحة يمكن إذنني أكو أرقام تحويلات إذنني حاولوا تحفظوهني يعني إذنني هي هواية أكو تحويلات كل شو هواية وصعبة الحفظ بس إذنني التحويلات إذنني يعني شون خلي نقولي المتداولة والأكثر استعمالاً فاحتمال تجيكم بالامتحان مثلاً حول شيء فحتى أنت تكون موجودة أمامك إذنني التحويلات هاي الطريقة اللي يعني هم موجودة طريقة تحويل اللي ما جدوى الأول شيء شرحتها اللي طرفين بوسطين تقدر تسويها أو تقدر شيء سوي تقدر تسوي الطريقة اللي أنا قبل شوية لقيت لك عليها هاي هنا أيضاً كلها يمطيكم أمثلة هم إذا تريد تقدر تراجعها شوفها ده تشوفون مو الpowerpoint هذا العرض؟ العرض مو الpowerpoint ده تشوفوه مو اليانك المحاضرة نعم هاي هنا تدورون هم تشوفوها يعني هي نفس الحاجة اللي حتينا ما كوشي بس هناك أنا استرحت شون بأسلوبي مثل ما نقول هاي التدوين العلمي إنه شون تحرك الفارزة شون اليمين والليسار يعني أنت يا هاي أسهل لك الشرح ما أنت أسهل لك أعتمد عليها هاي أسهل لك أعتمد عليها نتيجة وحدة هذا شوفها يقول لك التدوين العلمي اللي هي الطريقة أنه لازم تخليه آحاد والبقية كلها وعد الفارزة مع الحفاظ على القيمة قيمة الرقم يعني أنا مضربت في 10 أس 3 حتى أحافظ على قيمة الرقم الأصلي لأن أضرب في 10 أس 3 أحافظ على قيمة الرقم الأصلي لاحظوا هنا مثلا 3.82 كيلومتر كلمة الكيلو هي كلمة كيلو يعني في 10 أس 3 كلمة ميقا يعني 10 أس 6 فأنت مثلا مكان ما تقول 3.82 كيلومتر تقدر شو تقول 3.82 في 10 أس 3 متر لأنه هي الكيلو عبارة عن 10 أس 3 أجلين؟ هنا مليمتر المليمتر هو عبارة عن 10 أس 3 يعني هاي هنفة الطريقة تقدر أنت تستخدمها حتى يعني تتوضح أمامك الأرقام وتكتبها بالطريقة العلمية طبعا هذا مو تدوين علمي هاي حسا هذا 47 لو تلاحظون هنا هذا مو طريقة علمية ليش؟ هذا 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 مو صيغة علمية شوفوا ليش مو صيغة علمية؟ لأنه بقى 47 شونا حوله صيغة علمية؟ شونا خلنا نقول في المثال هنا الأربعة الفارز لازم أحركها مرتبة وحدة فصير أربعة بوينت سبعة ثمين الفارز السويت لهي أنا السبعة الأربعة كان عشرات سويته سويته عشرات ثمين؟ لا لا أنا أبوه على أعلى رقم الأعلى رقم هو الأربعة عشرات من سويته في هالطريقة صار أحد يعني مرتبة وحدة نزلته فش أقول لي؟ في عشرة عشرة أس واحد هي فلا تنكتب الواحد ففي عشرة يصير هذا الرقم نفس هذا الرقم تلاحظون شون؟ حركت الفارزة مرتبة وحدة الأربعة قلت قيمته صار مكان هو من سبعة واربعين هو قيمته أربعين أنا السويت قيمته سويته أربعة فلازم ش أضربه؟ أضربه في عشرة لهنا صار واضح طلاب؟ أستاذ بس جاء إيدي إياها أساعدكم إياها ولينكم أنهم سحاي هنا طلاب انتبهوا عليه هذا سبعة واربعين بوينت اثنين عوفي المليمتر عوفي هذا الرقم تدوين علمي لو مو تدوين علمي مو تدوين علمي شون حول التدوين علمي؟ لازم الفارزة أحركها بحي تبقى عندي فقط رقم واحد على يسار الفارزة على يسار الفارزة فمن حركت الرقم بعد ما حركته صار أربعة بوينت سبعة أثنين الأربعة صار بها هنا الأربعة عشرات قيمتها أربعين مو صحيح إناش قصرت الأربعة قيمتها صارت قيمتها أربعة فقط فلازم شعب وضعه حتى تبقى قيمتها أصلية في عشرة ليش في عشرة؟ يعني عشرة أس واحد أقصد ليش في عشرة؟ لأنه حركت الفارزة مرتبة واحدة فقط ليش عشرة أس واحد مو عشرة أس سالب واحد؟ لأنه هي الأربعين آن قللت قيمتها فلازم أعوضها بموجب أما إذا هي كانت قيمتها هاطة وصعدت قيمتها فلازم شنو؟ أرجعها الأصلها والقيمتها الأصلية أخليها في أس أضربها في عشرة أس رقم سالب ناضي صار واضح؟ عفو السر مولا قدرنا نقول أربعة بونت اثنين وسبعين في عشرة سالب اثنين متر؟ ياهي يا قصدك ياهي هاي 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 لو هاي تقصد نحن السر موعدنا هنا أي هاي الجوة على الخط موعدنا هنا مكتوب سبعة أربعين بونت اثنين في عشرة سالب ثلاثة متر؟ أي نعم نحن بتحولنا سويناها أربعة بونت اثنين وسبعين في عشرة سالب موجب واحد قال عشرة في عشرة سالب ثلاثة من النقص من عشرة موجب واحد أحسر؟ أربعة بونت اثنين وسبعين في عشرة سالب ثلاثة متر كلش ممتاز كلش ممتاز زميلكم شي يقول خوش إشارة خوش ملاحظة قال زميلكم هنا قال يابا احنا هنا بس خليها تروح قال احنا موعدنا هي هاي هاي هسا نحن على هاي يعني هاي هنا ملي متر هاي دا نحنش كلها ملي متر من أريد حوله متر لازم شى سوي له أضربه في عشرة سالب ثلاثة فهذا الرقم اللي هو أربعة بونت سبعة اثنين في عشرة ملي متر ملي متر من أحوله إلى متر شى سوي له نفس القاعدة ما اتنمات تحميل خلي هنا أرجعكم هنا شوية أحسن قدنا سبعة واربعين بونت اشقل هو هنا أي رقم سبعة واربعين بونت اثنين ملي متر الأول شي سونا حولناها صيغة علمية سوناها أربعة بونت سبعة اثنين في عشرة بس يشفينه بقط ملي متر بعدها من أريد حولها إلى متر شى أقول أربعة بونت سبعة اثنين في عشرة ملي متر أريد حولها مثلا يقول للمتر في انتبه هنا ملي متر أنه يجيه هنا بالبسط أخليها بالمقام هنا المتر أخليها عكس هنا أقول واحد متر واربعين 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 وأشرة اثنين واحد متر ألف ملي متر أهو هنا سيصبح عندي بعض الاختصار وبعض العملية الضربة أربعة واربعين سبعة اثنين في عشرة انتبه هنا هاي العشرة أس ثلاثة يصير أصعدها فوق لو ما يصير منه يقول لي يصير وستحول الإشارة صار سالب كلش ممتاز يحولها لي فوق وخلي إشارتها سالب أس ثلاثة عند الضرب شيصير بالأسس تجمع الأسس لكن من عندي إشارة السالب راح أطرح وخلي إشارة الأكبر ما شا أقول أقول أربعة بوينت سبعة ثمين في عشرة هنا واحد هاي مو عشرة أس واحد واحد ناقص ثلاثة فكأنما راح يصير أربعة بوينت سبعة ثمين في عشرة ممتاز والسالب ثمين بعد شينو صار عندي متر ممتاز ما أدري صارت واضحة يعني هنا أول الشغلة هاي العسرة هاي مو ما التحوي هاي مالدن مجرد هاي صيغة غير علمية بعدين إجاني واحد قل لي هاي الصيغة العلمية ماردها بالمليمتر حول ليها متر فشي سوي أجي هاي نفس الطريقة اللي ستحشين عليها بس بس رح يصير عندي رح يصير عندي عشرة أس ثلاثة وعشرة فأقدر أصعد العشرة أس ثلاثة لي فوق حتى شنو أو أختصر أقدر يعني أختصر هاي العشرة ويها يصير هاي أس ثنين يعني أكو أكثر من طريقة فأنا نداحسين لك هاي الطريقة اللي أنا مثلا ستحل بها بس ممكن تتحلها بأكثر من طريقة بحيث الناتج يطلع هذا الناتج صارت واضحة طلاب لو شفشت عليكم ها أكو سؤال بسين خليشوف شون بعض عدنا هنا هاي هنا مجرد بس شون نطيكم أمثلة هاي هنا مثلا شي يقولك يقولك واحد مليمتر كم متر ها ها أكو نقطة مهمة طلاب أكو نقطة مهمة هنا خلي هاي شوية الخط شو بينا نسوي النقطة المهمة وين أنا من أحول واحد مليمتر مثلا واحد مليمتر أريد أحوله إلى متر بسيطة قلنا يا باش نسوي نقول واحد مليمتر في أخلي خط كسر هذا خط كسر المليمتر هي بالبسط أخليها بالمقام والمتر أخلي عاكسها أقول واحد متر يساوي لألف مليمتر وأحل بسين إذا عندي واحد مليمتر واحد مليمتر تربيع أريد أحوله إلى متر تربيع هاي شلون أجيش أسوي ما دوخ أقول واحد مليمتر لاحظوا الكل تربيع لأن هذا التربيع سيدخل على الواحد ويدخل على العفو آسف هو واحد مليمتر ما يصبح الواحد أخلي برا المليمتر ينقشين أخليها تربيع جيد أخلي خط ضرب جيد هنا واحد متر تربيع لاحظوا هنا واحد متر عشرة أس ثلاثة مليمتر لكن هنا بما أنه عدي تربيع هذا كله لازم شنو لازم يتربع والتربيع يدخل شنو يدخل على البسط ويدخل على المقام فهنا شرح يصير عندي رح يصير عندي كأنما كأنما هيت شده أسول كأنما اللي رح يصير عندي خلني كتب أبغير اللون كأنما رح يصير عندي هنا شنو واحد تربيع هو واحد متر تربيع عشرة أس ثلاثة لكل تربيع يعني عشرة أس ثلاثة تصير مليمتر تربيع فكأنما شرح يصير عندي الواحد مليمتر تربيع العفو مو عشرة أس ثلاثة اي عشرة أس ثلاثة صح فهنا شرح يصير عندي الواحد مليمتر تربيع اش كم متر تربيع أقسم على شغل أقسم على ميتلف لأنه ثلاثة في ثني العفو على مليون ثلاثة في اثنين مليون يعني بمعنى آخر بمعنى آخر بمعنى آخر شنو بمعنى آخر أنه الواحد متر واحد متر يساوي لي مثلا يساوي لي ألف خلن نحكي على السنتيمتر حتى للدخل ميت سنتيمتر الواحد متر مربع يساوي لي بالسنتيمتر مربع وينه يقول لي ميت تلب يساوي المية نفسها بس شنو تربيع يعني شغل يصير عشر تالاف عشر تالاف ممتاز الواحد متر مكعب شي ساوي لي ساوي لي نفس المية هاي هاي المية الأولانية هاي لكن شنو مليون ساوي يعني هاي كان هاي كان معسرة أس اثنين هاي أس ثلاثة يصير مليون ثلاثة في اثنين ستة وفواحة اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة شنو سنتيمتر مكعب صار واضح فمن عندك تربيع تكعيب لازم تنتبه ما تستخدم نفس المعامل هذا هذا الأولان اللي هو بدون بدون أس أو خلني مو بدون أس يعني الأس موتة واحد هنا أيضا الأس واحد لكن شي سوي لازم هنا إذا عندك تربيع هذا الرقم أيضا شي يصير به يتربع عندك يعني تربع تخليليه تربيع عندك تكعيب يصير تكعيب وهكذا حتى المعامل يبقى واضح صار واضح حسا الآن هاي نقطة أيضا مهمة لاحظ هنا شي يقول لك يقول لك واحد مليمتر تكعيب يساوي واحد هاي شوفها واحد مليمتر الكل تكعيب ويساوي الواحد مليمتر شي ساوي بالعادة يعني بدون بدون شسمه الواحد مليمتر شي ساوي يساوي عسرة أس سالة بثلاثة متر لكن بما أنه سويت الكل تكعيب فاش رح يصير عسرة أس سالة بتسعة هاي السالة بتسعة مينجتي سالة بثلاثة في ثلاثة عند الغفع تضرب الأسس إذن عندنا عند الظروب هيتعرفوها مهو لو ما تعرفوها عند الظروب تجمع تجمع الأسس بشرط شينو بشرط منو يقول لي يا شرط أنه الأساسات شينية نفس شابه مش شابه متساوي وعند الرفوع تضرب الأسس واضح بشرط أيضا شنو الأساسات بالساوي الأساس أقصد بهذا مثلا العشرة الواحد إذنني أساس والأس هيتعرفوه هذا الرقم الصغير اللي كتب لي فوق هنا عندنا مثال أيضا حول عشرين سنتيمتر مربع شوف دي يقول لك مربع إلى وحدة المتر مربع فش أسوي عشرين سنتيمتر الكل تربيع أو الأحرام ولكل تربيع ليش أنه هاي العشرين هي أصلا مربعة فبعشرين أكتبها سنتيمتر تربيع في أخلي خد قسر سنتيمتر وين فوق أخليها جوة والمتر وين أخليه بالعكس زين أنا شنو عندي عندي لا أعرفه أنه واحد متر هو ميت سنتيمتر بما أنه عندي تربيع فهاي تتربع وهي أيضا شي صير بها تتربع فهي سنتيمتر تربيع رح يتصير هذا السنتيمتر تربيع يذهب إلى سنتيمتر التربيع. هذه التربيع يدخل على هذا وعلى هذا. جيد. وهذه المية يصير 10.000 فهي يصير عندي 20 فيه 10.000 200.000 عفو حق السمانية 20 على 10.000 أو على 10.4 فهي يصير عندي 20 فيه 10 السالب أربعة. لماذا؟ إنها صعادتها لي فوق. جيد. الصيغة العلمية إذا أردتها صيغة العلمية. أنا لازم ش أسوي. هاي العشرين شنو؟ هاي صيغة العلمية لو لا. هاي مو صيغة العلمية 20.0 فش أسوي لازم الفارزة أحركها مرتبة واحدة فأسويها 2.0 العفو نعم 2.0 في عشرة. هي أصل السالب أربعة موجودة. وأنا هذا سوت لأن أزلت قيمتها لازم أعوضة. حركت الفارزة مرتبة واحدة. هذا الصيغة. الصيغة هي 10.1 فسالب أربعة سالب أربعة زائد الواحد ساوي سالب ثلاثة فيصير كأنما 2 طبعا هاي لازم أكتب بوينت سفر بصيغة العلمية. يعني هذا البوينت سفر لازم أكتبه. فيه عشرة والسنو والسالب ثلاثة شبشت له بعضها؟ والله شوية شبشت. أعيد لهذا المثال؟ خلي أعيد لكم لهذا المثال. ما عندنا؟ عندنا 20 20 سنتيمتر مربع أريد حوله إلى متر مربع خلي هاي أمسحها أريد حوله إلى متر مربع هاي أريد حوله؟ الطريقة مالك المعتادة أقول 20 سنتيمتر مربع في خط قسر هنا سنتيمتر عندي سنتيمتر هنا أخلي سنتيمتر هنا متر لكن أكتب معامل التحويل 1 متر 100 سنتيمتر أو 10 عس 2 خلي نسميه هنا عندي تربيع فلازم شو يسوي هذا كله لازم شو يسوي له؟ لازم أربعها تربعها ها يدخل على البوست ويدخل وين؟ على المقام فكأنما ش رح يصير عندي؟ رح يصير عندي كأنما واحد تربيع هو يبقى نفسها واحد واحد تربيع واحد والمتر مربع رح تصير هنا العشرة تربيع هي هي 10 عس 2 من أصلها ودخلت عليها التربيع شو هتصير؟ 10 عس 4 10 عس 4 لأنه عند الضرب يعني هاكي إنما 10 عس 2 والنوب رفعت هل 2 فصارت شنو؟ 10 عس 4 السنتيمتر أيضا يدخل عليها تربيع ز الآن من رح أجي أختصر هاي السنتيمتر مربع كلها تروحوا هي هاي السنتيمتر مربع وعلى العملية ستصير كالآتي يساوي يساوي عشرين تقسيم 10 عس 4 طبعا هنا الوحدة هي متر مربع رح تصير لكن هاي العسرة أربعة ستصير لها محلوة فش أساوي لها؟ أقول لها عشرين في عشرة والسالب أربعة صارت أحلى لكن بعدها مو كلش حي وش أسوي لها؟ أسويها صيغة علمية ليش؟ خلي شوفها هي صيغة علمية مو صيغة علمية ليش؟ لأن الصيغة العمية تقول لك لازم فقط رقم واحد على يمين على يسار الفارزة والبقية كلها لازم هناك كم رقم على يسار الفارزة؟ الاثنين والصفر هذا العشرين شنو أصلى؟ أصلى عشرين بوينت صفر مو صحيح؟ زين في عشرة والسالب أربعة إذن لازم شا سوي هنا؟ لازم هاي الفارزة أحركها إلى أن يبقى لي فقط رقم واحد زين فهنا إيش رح يصير عندي؟ رح يصير عندي ثنين بوينت هاي ثنين بوينت صفر في عشرة والسالب أربعة هي مالت الأصلية ما رقم هاي الاثنين كانت بالعشرات أنا سويتها هنا سويتها أحد إذن نزلت رتباتها لو ما نزلتها نزلتها أعوضها لازم لو ما أعوضها أعوضها فأضربها في إيش قد؟ أضربها في عشرة وش واحد ليش عش واحد؟ واحد لأنه حركت مضبوط واحد لأنه حركت الفارزة مرتبة واحدة زين هاي أخو ما أبقي هيك هاي أمو صيغة علمية أسويها بأبسط صورة فأكتب اثنين بوينت صفر في عشرة عند الضرب ما يصير بالأسس؟ تجمع تطرح تجمع بس هي سالب أربعة إشارات مختلفة في طوير سالب ثلاثة إشارات مختلفة ممتاز يعني أجمع نطرح ونأخذ إشارة الأكبر ممتاز ممتاز نطرح ونأخذ إشارة الأكبر وإذا كانت مثلا سالب أربعة أو سالب اثنين أجمع يعني تخلوا في بالكم هاي تعرفوها الإشارات المشابها دائما تنجمع يعني زائد مثلا أربعة زائد اثنين هاي خواب ستة زائد زائد ستة سالب أربعة سالب اثنين أجمع سالب ستة إلا إشارات مختلفة يصبح عملية تطرح مع وضع إشارة الأكبر لهنا واضحة حصارت هاي أيضا أنت حاولوا تتمردون عليها يعني مو شرطة بوعة الملزمة نفس الخطوات مو الملزمة أنت هسان مو علمتك طريقة مو التحويل حاول تستخدمها أو إذا أنت عندك طريقة ببالك أبا استخدمها وشيك الحالماتك وهي الملزمة بس بالنسبة للحضور نعم الرابط مدى يفتح يقول انتهت الصلاحية صلى هواي ليس انتهت الصلاحية مقافلة أماني بس ثواني خلسيك مقافلة حياتها موجودة يفتح لدي حضور يوم الأحد عشرة واحد طبعا هي 2021 لازم اكتب موجود موجود تقدر تدخل عليه ماشي؟ تجرب هسا تدخل عليه هسا طلاب لهنا أكو سؤال؟ أكو سؤال لهنا؟ هذه الوحدات قلنا اتزان الساحبة طلاب انتم باعتبار امتحانكم سيكون قريب إن شاء الله أكو سؤال على اتزان الساحبة تريدون انعيده بشكل سريع؟ ها؟ فاهمين الاتزان الساحبة؟ ما أحد يحكي يمعودين فاهمي الاتزان الساحبة أو لا؟ أستاذ ما أطلوش ساكتين ما أنا فاهمي يعني السكوت على ما ترضى مو؟ ممتاز يالله ممتاز زين هسا بعد عدتكم شيء عدتكم شيء استفسار على الوحدات الامتحان أيضا بكتر علاء ممكن بلغكم بالبرحة منزلت لكم المادة اللي هي مطلوبة راح تكون بالامتحان يعني حاولوا تقروها زين محاضرات أيضا أكو قسم عدتهم أولاين إذا تريدون شيء مثلا ما افتهمتو أو هاي تحاولوا تقدرون ترجعوا لها المحاضرات الأولاين اللي هي على اليوتيوب أقصد يعني زين الواجبات أيضا الواجب أيضا كملتو حليتو اليوم لشان المفروض اليوم يجسلم تريدون الناقش الواجب لو عدتكم شيء الواجب أيضا هو سهل يعني بوقت اللي ما عنده شيء يقدر يتفضل الآن بعد ما يسجل حضور طبعا شكرا دكتور أهلا وسهلا ليكو ترجمة نانسي قنقر أستاذ نعم تفضل أستاذ بس الواجب ما الواجب أربع نعم أستاذ عفالي في 12 أستاذ بالليل والمدل هو وصل له الثاني بار حط استاذ الواجب وصل له أسبوع تقريبا سرطان عند العزال أنا كل مرة قلت الربعة فعلتو البب وقليل لا يسن اليوم، استاذ وبدأت المحاضرات كملت اشتاذ انا راجعت الهدى سهلا بس وقد جمعت وقبت عن اضر وقليل وقد أضر المدل أي واي استاذ ونسيت يعني قبتت حد منه بس ثواني ثواني ابقوا ياي ثواني في اللحظة خلي شوف إذا مدازل هم الدرجة للطلاب افتح الكياء لمدة للأربعة وكمل حال مالتك ألا أفرح مع الوالديك بس خلي شوف إذا دازل نتيجة الطلاب ما أقدر بس إذا مدازل افتح الكياء نعم يستطيع الوالديك بس خلي نتأكد هنا والديك يلا أفتح الكياء لمدة ساعة يعني بالأربعة غلقة ألا أفرح مع الوالديك شتاب الله يسلمك أنا وسهلا بك يلا أفرح ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة